كما عودناكم مشاهدي الكرام نسير حول وصايا سيدنا ومولانا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا أن الوصايا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة قرض التنبيه اللي سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم بيعطيه لنا وينبهنا صلى الله عليه وسلم على أمور أو تجاه أمور ينبغي على الإنسان أن يأخذ الحيطة والحظر وينبغي على الإنسان أن يكون يقض وينبغي على الإنسان أن ينظر في هذا الكلام النبوي المحمدي الذي نطق به بيانه وكيانه موعدنا النهاردة إن شاء الله مع الوصية الخمسة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف قاله الحبيب يبين لنا عليكم بسلامة الصدر والنواية دي الوصية عليكم بسلامة الصدر والنواية طيب الحديث اللي بيدور حول هذا المعنى الذي استخرجناه من هذه الوصية النبوية المحمدية الشريفة نقول أخرج الإمام مسلم في صحيحه وأحمد والترمذي وغيرهم من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه والحديث له روايات متعددة أن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا لا تباغدوا لا تدابروا كونوا عباد الله إخوانا وليحلوا لمسلم أن يهجر أخاه فوق الثلاث خلي بالك من هذا الحديث أو من هذا النص الشريف الذي قاله سيد الدنيا والآخرة والذي قاله الرحمة الرحيمة والمنة العظيمة سيدنا نبي أقول لك لا تحاسدوا كلمات قليلة لكن العبارات كثيرة لكن المعاني كثيرة لأن الحديث ممن من الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم رغم صغر المعاني والكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تحتوي على دستور الكلمات والمعاني دي دستور كبير عاوز أنك تشرح هذه المواد وتفصلها تفصيلة وتبين ما فيها من أحكام وتبين ما فيها من لآل وتستخرج ما فيها من ضرر للناس أجمعين الرواية بتقول سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا في بداية الحديث لا تحاسدوا ده نهي من سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي بينبه بينبه الأمة وكل من يأتي إلى يوم القيامة أن الإنسان لابد أن يكون سليم الصدر والنواية أن يحب المرء ما يحبه لنفسه يحب هذا الأمر لأخيه ولما لا ألم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أي لا يكون الإنسان كامل الإيمان إلا إذا ارتضى لأخيه المسلم ما يرتضيه لنفسه أو لأخيه من بني الإنسانية أيضا لأن سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس أجمعين فسيدنا نبي صلى الله على حضرته وآله يبين لنا أيها السادة الأماجد ننتبه إلى كلام سيدنا يقول لا تحاسدوا يعني يا أيها الإنسان لا تتمنى زوال النعمة على هذا العبد التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه هذه النعمة قد تكون نعمة وقد تكون نقمة عليه زي المال ربنا سعاد ينزعه من العبد ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هذا العبد لو أخذ هذا المال سيكون سببا في فساده أو سيكون هذا المال سببا في دماره أو هذا المال يستعمله هذا الإنسان في غير ما أحله الله فالله سبحانه وتعالى يعطيه لهذا فإن أخذه هذا الإنسان واستخلفه فيما قاله الله وفيما قاله النبي صلى الله على حضرته وآله يكون عبدا تقيا استحق أن يكون في معية الله وفي عناية الله أما إذا يعني قصر فيما قاله الله وفيما قاله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمل هذا المال في غير محله أي فيما يغض بالحق سبحانه وتعالى يكون هذا استدراك والله سبحانه وتعالى يستدرقه لكي لا يكون له حجة عند الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قالك إيه وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا كتاحا ما العقبة وما أدراكا ما العقبة يعني بهذا المال أو بنعمة الصحة اللي حظتك بتستعملها في خير أو في طاعة أو في عمل أو في كذا أو تستعملها في معصية إنك تسرب بها وتزنوها وإلى غير ذلك كل هذه الأمور أيها السادة الأماجد لابد أن ننتبه فعشين تكون سليم النوايا وسليم الصدر واطلاق الحق سبحانه وتعالى وأنت تستشرف أن تتنزل الفيوضات والرحمات والبركات والخيرات والعطاءات والنفاحات من رب البريات على قلبك لابد أن يكون هذا القلب سليما لابد أن يكون هذا الصدر لا يحمل غلا ولا حكدا ولا كراهية لأحد ولما لا سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر رضي الله عنهما لما يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والحديث أخرجه الإمام مسلم وله روايات أخرى يعني رواه بعض أصحاب السنن الحديث طويل سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم قال سيخرجوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة فإذ بهذا رجل في اليوم التالي إذ بهذا رجل في اليوم التالت إذ بهذا رجل فسيدنا عمر سيدنا عبد الله بن سيدنا عمر تعجب قال لك أم راح شوف حال الرجل ده إيه هو بيعمل إيه كده عشان يكون من أهل الجنة وخلي بالك وخد هذا الخط من مين وختم على هذا يعني الجواب أو هذا السق بخاتم من بخاتم من لا ينطق عن الهوى بخاتم الذي قال الله في حقه وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وطالما نزيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القوء إبه هو من أهل الجنة فسيدنا عبد الله بن سيدنا عمر قال لك أم شوف الرجل ده في إيه حاله إيه كيانه إيه مع الله بيعمل إيه يعني إحنا بنعملوش ما نشوف الدنيا عنده شغال ازاي في اليوم راح عنده أريد أن يعني أكون عندك ثلاثة أيام أو أبيت عندك ثلاثة أيام فزحب إليه في اليوم الأول وجده لا يفعل شيء غير أنه إذا تقلب من نومه ذكر الله وفي رواية كان لا يقوم إلى المفروض إصال الفجر بس والصلاة المفروض ده في اليوم الأول يعني لا بيك يملل ولا 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 إلى غير ذلك من هذه الأمور ومن هذه الطاعات خلي بالكم من حاجة هقول لك ليه دلوقتي حاله ده وليه ربنا سبحانه وتعالى لك والمستغفرين بالأسحار وصلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما احنقول لك الله طيب ما ده ما احنا ناخد ده نموزك وخلاص وربك رب قلوب ربك رب نوايا مولانا وانت بتقوله خلاص ودنيا مشى ومشي حالك حالك يمشي يا مولانا ان الله غفور رحيم اقول لك خلي بالك دلوا جزاؤه ودلوا جزاؤه وهذا يجاز على قدر عمله وهذا يجاز على قدر عمله ففي اليوم الثاني سيدنا عبدالله بن سيدنا عمر لم يره يفعل غير المفروض يعني لا يصلي غير المفروض كذلك في اليوم الثالث فقال له ماذا تفعل ايها الانسان ماذا تفعل قال له انا لا احمل غلا لاحد ولا اكره احد ولا ابغض احد غير انني اذا نمت لا احمل في قلبي مثقال ذرة من كره ولا حقد ولا غل لاحد قال هي التي فزت بها وهي التي لا نقدر عليها ترجمة نانسي قنقر